هند إبراهيم وراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية صباح الخير يا هند نحكي اليوم عن اختراق علمي ممكن أن يغير العالم يسعد صباحكم راوية وريم وصباح كل الناس التي ما تزال من دم و لحم يبدو أننا مقبلين على زمن عجيب قد لا نحتاج إلى أجسادنا لكي نكون موجودين زمن تصلح في عبارة أنا أفكر إذن أنا موجود التقرير التالي أعددنا ومن المفترض أن يعطيكم تصور أبطل منذ أن فقد قلقامش الأمل لم يحاول أحدني البحث مرة أخرى عن عشبة القلود لكننا نعيش في عصر نوشق فيه على تحقيق شيء خارق أن ننسخ وعينا على حاسوب كمي ليعيش مستقلا إلى الأبد مشوار نقل الوعي من الدماغ إلى الكمبيوتر لا يزال طويلا لكنه بات ممكنا وبحسب العلماء في غضون سنوات فقط سيمكن تحميل نسخة من وعي الإنسان على كمبيوتر كمي وستظن النسخة أنها أنت حقا لها كل ذكرياتك ولها كل معرفتك أنت ستموت وهي نظريا لن تموت بالنسبة للفلاسفة هذه النسخة ستكون مطابقة لوعيك حتى لحظة تحميلها لكنها سرعان ما ستنفصل عنك وستصبح كيانا مستقلا لديه تجاربه الخاصة وربما يكون كيانا تعيسا يقطن في آلة ليست تلك كل الحكاية الفيزيائيون يعتقدون أن تلك النسخة منك يمكن أن تسافر إلى أكوان أخرى ويمكن أن تلتقي بنسخ متنوعة منك فيما يعرف بالخاصية الكمية المتشابكة خاصية معقدة تفسيرها يحتاج لتقارير طويلة لكن باختصار حياتك لن تكون واحدة في عالم الكم كل نسخة منك ستعيش كل ما كان يمكن أن تعيشه ولم يتحقق لسبب أو لآخر أحلامك المنكسرة في هذا الواقع ستصبح حقيقة في كون ما لصباح العربية هند إبراهيم واشنطن إذن يبدو أن الأبدية والخلود قد تكون واقع رقميا فقط صح؟ كيف رح يكون العالم بعده؟ رقميا وسيكون أغرب من الخيال بالتأكين طبعا المشوار لا يزال طويل جدا نحن الآن لا نعرف ما هو الوعي تحديدا وليست لدينا صورة كاملة عن خارطة للدماغ لكن في حال أن ننسخ الوعي على كمبيوتر كمي أو على الأقل قبل أن نتوصل إلى استنساخة بشكل كامل النسخة التي ستكون موجودة ستكون أولا نسخة افتراضية لكنها تعيش في عالم حقيقي بالنسبة لها جدا لن تخرج إلى المدينة الشوارع موجودة الناس موجودة لكن المؤلم أنها لن تشعر بحرارة الشمس مثلا أو طعم القهوة وهذا قد يسبب لها نوع من الحزن لكن الجميل أنه صداقتك في هذه النسخة قد يعني يسعدها أنت ستكون عندك القدرة على اللقاء بنفسك عبر التواصل الاجتماعي منصات مختلفة والأغرب والأغرب أنه في حال تحقيق هذه المسألة سيمكن أن نلتقي بأفراد من الأسرة أو أصدقاء قد غادروا الحياة في السابق فهي نوع ومن الممكن أيضا أنك تحضر عشاء مثلا مع عائلة لم تعد موجودة أصلا لكن رقميا ستكون تحاضرة معك في العشاء وهو يحاول على جنة بسيطة هذا الموضوع بذكرني الحقيقة بفيلم شفته من فترة أصيرة لجوني داب وجيسيكا بيل اسمه ترانسندنس بحكي ضبط عن هذه النقطة وكيف العالم ممكن أنه يكون عن جد كثير حلوم وبيستاهل المتابعة شكرا جزيلا إليك يا هند لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر